اشتركوا في القناة وعنه ما انك عايزة شهادة حضا بس انه لا بس حلوة اكيد ايجو شو حلوة اكيد تلعب الايجو شايف ومش بس هيك لحالك شغلة باتريك الحلوة بس تصير ضيف انه لانه انا شخص بيتكوينتي يعني من من زغري اذا بدك وبلشت شغل ناينتين لذلك ناينتين صار عندي رأي مش انه فتب تكون ضيف في رأي عب تقدر تعطيه او 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 تيفي هوست قبل بالشديد انه بدك تنتبه يعني بدك تاخده تعطي بهذا المجال وتحديدا انه كنت مراسلة ميدانية انه ما كتير بقدر اخد راحتي بالتويتس او بالحديث لانه انا رايحة لعندون او لعندون او لعندون او لعندون فهلا ايه لانه هو تحكي ايه هي وحيك مرتاح بلا عد ستكتب دعينك مرشاة راجل مصوطة اوصلت مع الريبورتر من وراء تنتائم من وراء اكيد ومن وراء كمان حدان تانى اعني كما نقدر نذكره معلمتي على يرحمة تراس خليفة في اسم 5 يم كنت عمرة 12 عام كنت تطلب مني ان او اقرأ الانشاط وتزيد لي بلاس وان فبوقتها قلت له انه انا بواديك بدي اعمل صحفيه واول مقابلة بتكون معك ورجعت عملت مع المقابلة يعني لاتران بس تانتان ايه هو يلي كواني كواني شخصية الصحفية تانتان هو شخص صحافي كارتون وكارتون يعني تانتان ميلو والكلب الابيض ايضا ايضا عنده كلب ابيض ايضا ما بيعفو سيرانا انو بليز لا لو كتيرا بصير في اهاني للموضوع انو في شخصيته له الزلم الزيادة عن عن ميلو وكان يسافر كتير وكان بدي خابلك شاهد لباتريك من حوالي الخمس سنين سفارت عن نيبال ونيبال فيسنك تيبات يعني وانا ماي فيفر تيريز تابول تانتان هي تانتان وتيبي بقى اشتريت من هونيك البند السيني بس بالانجليزي وانا كانو صغيرة كتوريون بالفرنساوي وعفاو انا بعمل كولكسون كل شي تانتان يعني اوتي مكتبة الخاص بالبيت ومكتبة تابول الشركة يعني بتفوت كله في قصص تانتان شو بيخطر ببالك موجودين على تانتان بقى شبت التانتان بالانجليزي انا وراجع بالمطب بالتيارة من نيبال على دوباي الاسكال عجاد عم حكيك انو عم بقرأ وابتسم اقول واو انو شو فيه من شخصيته من تانتان شو تعلمت قصص من تانتان بعد ما نقشت هيدا الموضوع مع ثرابي ستابولتي انو شو معنات ليه هالقد تانتان رمزيتو بس اي لوفهم انا صراحة كنت قرأ كتير ويويه ان كتر خرق الله ما طلعت شوفار تاكسي ويويه اللي كان ايه حد دخلك متل اه شو قوله البرنايتا الحمدار بسوق تاكسي اي فكتر خرق الله ما طلعت متله بس لحظة بس لايك انت تحبه وانو شو؟ كتوريون انا وصغير دائما شو كوميك ولا لا لا اكتر عادة باند السيناء لولاد صغار شو بيعمل بالحياة تويويه بسوق تاكسي وبيعمل بسوق تاكسي وبيعمل تاكسير مع بوتيرون رفيه والناصيح اه انتريسان بتذكره هيك فاكما بس انو مبعيد لبعيد تانتان كان اخذ لقلبه وعقلي لدرجة انو كتنفكرة انو تانتان شخصية موجودة يعني انا صدمتي عارف كولاد صغير بتذكر انو مش انو بابا نوال مش موجود عالجان ما حكيك بتذكر انو صدمة كانت انو تانتان مش موجود يعني كيف مش موجود يا خيار عاصلت ما نجلع نلتقى على كبر بس بتعرف بدي خبرك شغلة بفترة التيفي صدقا بكل ما راكت اعمل شي يصير فيه خضة او اعلموناني بماكتب الخاص بالبيت عندي بوستر كتير كبيرة تانتان جي بيتها من بلجيكا من بلد المنشأ يعني هو لانو بلجيكا جورج ارجايا اللي كتبه اللي كتبه اللي كتبه بقى عن جاد مش هفهم صار ببعرف انتش لا ناكس ساشن اذا انا راد عن تانتان مع الترابيست بتذكر انو تلعت فيه وقلت انو اي هوب يوار براود اوف مي بتمنى انك تخوف اخلو فيه بس الحدا الموجود بالرودة اكيد كن قالها ايدن ضربت على الافية ايه بحبه كتير مؤثر فيه جدا رشال صراحة صرت امرتاني عم تقولي له عن الترابيست انا هيدا صراحة بشوف الموضوع بلبنان انو بعضه طبو فينا نحكي اكت تتشجع تبو نعم يبلش انكسير ايه انا مبصت انو عبارت من اصحابي شباب عم يسألوني انو رشال مين مين بتنصحينا او بلو انا بتفضله بنت بتفضله شاب بتفضله كبيرا امر لا لا هيدا انا بالنسبة لالثيرابي منا اول مرة يعني رحت ب 2012 ستة شهور بس ما كانت هالقدة ساعدتني بشغلة معينة بس ما كانت هيدا الترابي اللي بتعملها على الاخر انا اصلا حدا كتير بحب السايكولوجي كتير بحب علم النفا نفس جدا درجة انا بس خلصت المستار تعملت بالصحافي بالكوميوكيشن رحت عالي اجلي تحت لقى تسجل بسيكولوجي اعمل مستار بالبسيكولوجي بس طلع انو ما فينا لانو بدا عدل المواد ديجا فكرة العلم النفس شي كتير بحبه والحلق شغلة عم بحضر هلق برنامج 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 لا بودكاست برنامج لسوشال ميديا يوتيوب والهيدا الطابع سبعين بالمية من الحلقة هي قصة السايكولوجية مع الديوف ليه لانو اؤمن انو كل شخص بيناتنا ما بعرسة فيه اجمل من انو يعرف حاله اكتر يكتشف حاله اكتر يطور حاله اكتر تارش يعني ان انت يكون عندك يعني هلق ما ما خاطر شي ببالة ديراك تقولك بس انت عباتيك بتخاف من العلوم عباتي حيالنا نقطة سبتيها بس انت تخاف من العلوم تخيل قديش حلو انو ترجع تعرف ليش من وين انت تقدر تفاكفك وتكمل بحياتك وبالتالي وتحتا بيرو عن ثرابيس عن بسيكولوج او بسيكياتر لربما احيان ممكن انت تعوز دواء دواء اخي انت انا بجانس اني باخد دوسبلتا سولباديين كل واحد عنده شي فما في اجمل من انك تروح لعند هدول المختصين واصريت لك مختصين مش عند هدول الناس اكيد لانو عندي بس فرنز عنده اشخاص مش بس فرنز عنده اشخاص الو خمس عشرين سنة بحياتي ودول سوبر رعب يعني غير ابن خالطة يعني في ايلي في عبير في في ميليس في كثير اشخاص بس غير غير اكيد بس راعا مختص دارسة عملها على شغلته يسبلك المشكلة من جوة يعني يدقها بزلتلك كلمة انا تلاتة كنا عنات كل تلاتة بعمل الجلسة بقى اخشي ما انفل قلت له انا غنواء هي اسمها غنواء شكور قلت له غنواء انه طب بيليش شغل هيك قعد تفكر فيها قالت لي بليز بتمنى انه من هلأ لانش عشو فيك بعد جمعتين على ماخرينه ما بقى تفكري بشي رايحة رايحة كتير حلول بنصح اكيد كل حدا بوشي او ما بوشي تنتفي يعني مش انه انت منهار لا 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 تكتش بحالك تفهم حالك اكتر تعرف ملا باوري بتعطيك الثرابي مصبوط بس تعرف حالك تعرف شو بتحب تعرف ان شو بزعيش انا عبر المسا من سن ونص لهلأ قديش مخي تفتح صحيح في عوامل اخرى ساعة ديت بس فكرة الثرابي فتحت لمخي صالحتني معي تير قصة صالحتني بقصة سماع جواتي وفرجتني شو عن جد بحب وش عن جد ما بحب الثرابي لن أذهب consultant and you don't go بعد ما عندك مصاري احراع على الترافية قدي المصاري الفرعيك الثرابي لديك من دوجها عمل تحضير حالك اخر سألت لك تقريبا نحكي بالفترین المتين و تلاتمية دولار في الشهر بتروح تسر قدي تدفع كم حول مية بالجمعة بالجمعة على أربعة تجميع أربعة مئة دولار تب اختصروا من صهرتين هذا استثمار بالزيت هذا استثمار بحالك لألك وعمد على الحياة هذا مصبوط أنه هلأ بتعمل دليفوري ولا صغرة بتطلع تتين واربعين دولار وخمسة وعشرين دولار حسب أكيد شو طالب لا وتب تقرر أنك تعمل بحالك ما بتعود هالمئتين دولار ومئتين وخمسين وثلاثمين دولار وخد خيش لسنين بالشهر مئة دولار بس بلش صح وإذا بدك ببعث لكم عم تسامسينهم لحظات لا بدي بوكنا أقلهم رشال نقلت عم تقولين من تيفي لعم تعمل البروغرام إليك على يوتيوب النقلة كانت من تيفي لأيوتيوب ليش رحت على السوشال ميديا تركت التيفي لا لا مش النقلة مباشرة يعني من تيفي تركت تعمل شركة الخاصة يعني في فاز قبل يلي هي شركة التان تان ميديا جو دو مو عمل عوالي ذكرته لتان تان تان بقى وهي شركة خاصة بتعمل كل شيء ترينينج وميديا كونسولتنسي لشركات لأشخاص لشخصيات لأ يعني ما في حدود اكتشفت أنه بالتان تان ميديا ليش عم بقلك هيد الحرية ما في حدود لشو البروجيات لما قلت تختور براسك عشت الموظفة على 11 سنة تعلمت كثير قصص اختبرت كثير قصص ماذا أريد أن أقول لك؟ حياة رائعة على 11 سنة ولكن هناك وقت لك أن تعمل هذا الشيء الذي أحبه وهو التدريب والاستشارات كل شيء يخطر ببالك ممكن كل شيء يتعلق على الوظيفة تظهر من الوظيفة؟ لكن هذا هذا هو وظيفة ما تحبه ليس لدينا وظيفة أن أفتح باب أو أفتح مطعم لا، لقد أشترقوا شيء لأنه أصلاً أنا كنت أدري من 2014 قلت يا بنت تتعلم بأن تعمل تعمل أشخاص وتطيري فتقريباً سنة ونصف لأخر ستة شهر تنحطت المداميك الأساسية تبوت الشركة وهو بدأت تفكر بقصة البرناج يعني أنا لم أرحب التفي تقامي شيء على صورة جميلة لكن تقصد أن أساق القصة قصة البرناج ما هو البرناج الأساسية؟ ما هو البرناج الأساسية؟ وفي المحل المستأجرته فيه وضع كمان كبير مكان تطيري بعقلي كيف أنت حب تسأله كيف أنت حب مين عباك تستطيعه في المنالي ثم رحت على مبدئية اليوتيوب والسوشيال ميديا هل ترى أن اليوتيوب بلك معقول يجب لك أكثر أصلاً 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 أو هو معقول يكون الأساسية للسوشيال ميديا؟ خلينا بلش أترف أنت الأولى حسناً في أشخاص يقولون لي لماذا ترجع تعمل أشياء البرنامج على التيفي؟ ممكن فقط صدقاً أقول لك باتريك نرجع الحرية ما معناتها بكونات الجديد ما كان في حرية بلا شخصياً كان عند حرية بس بقصد أنا أقول لهم أريد أن أحضر خيئة أنا قبل النهار أعمل نوي بلانش على الموضوع مين مين ألو معي؟ بدل ما أعمله خمسة وثلاثين دقيقة في حلقة بدأت العفاء خمسة وثلاثين دقيقة مين ألو معي؟ عبالي استضيف باتريك وعبالي استضيف جوزيفين وعبالي مين ألو معي؟ يعني هذا المين ألو معي وتقدر أنت تكون عم بتدير هالأمور كانت أولوية بمسألة اليوتيوب والسوشيال ميديا وأكيد العالم تعرف يعني خلص الفيوتشر رايح أنت على اليوتيوب رايح على السوشيال ميديا تختبر وبالك عملوا 15 حلقة اقلبوا بالستوديو ارجع اعملوا شي تان هذا هو واحد من الموضوع اللي رحت فيها لونيك موسيقى عشال كنا عمول عم نقطة على السوشيال ميديا مع هالنقلة أنا صراحة أو الجيل بعمر يمين لي ما أحضر تيفي لأنه دورت تيفي مش من زمان ما كان كثير أحضر بس دورت مش من زمان كان عم بحضر كان موقت بتذكر الميقاتي الآن مع حدا وراحت الحلقة كلها أو أول خمسة دائل من الأخبار عم يحكوا إنه الميقاتي عالآن مع تيت أي نايب لأنه ما صلم عليه أو لأنه شي هيك سخيف صراحة وعم بطلع عنه كيف عن جدع من حد هيك شي عالتيفي ونحنا ببلد 86 أزمة فوق راسنا ما في شي ايه 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 تي في ماشي حلق عم بحضرنا كما عشة بالمية عشين بالمية تابل 80 بالمية ويننا صراحنا على السوشيو ميديا سو خلينا نلقاتهم بقول لك لأنه هو دول 18 بعد خمس سنين اللي كان عمره 13 سو يعني والتي في سارع عم بيروح على السوشيو ميديا سارع عم بأول أولاين تعبوله يعني بتذكر بقنات الجديد قبل ما في الأول ما ببلشت الأولاين عن السوشيو ميديا طبعا يعني عبتش قص ديسو لا رايح على السوشيو ميديا أكتر صح ايه بس كما هي بنفس الوقت أنه بعد في أمي ما عاملت بودكاست مصبوط مش معقول يعني كما ما بعرف إذا هيدا شي مرة فكرت فيها أنه طب أوكي ويعملوا ما يخشي بيبين مين اللي بديو يضالوا مين ما بديو يضالوا هيك بس هالقدة صارت أنه يلا منركب ميكروين ومنقعد ومنحكي تما فيه كمان إنه جميل فيها جمالية بس بس فيها كمان أنه هيك فيها رونق ولأنه بتفكيري كنت بالتفي كي يقولوا لي أنه ما هي هيدا بتبقى مثلا مثل لبنون أو ملكة جمال أو هنالك قالوا يلا بتطلع التلفزيون بصير عم تقرن نشر أو بصير عم تعمل إبورتر وما فيه مستوى أو فاشينيستز وكذا وكذا قلت لهم أحب أنه دول أشخاص موجودين كيف بيبين يعني كيف كيف تفرز الناس حطوا أنه دول ناس دول موجودين لأنه دول موجودين بيومياتنا وموجودين بحياتنا سو خليون نفس الشي بالبودكاست بس في شي ساير فورة وبتخيل أنه مع الوقت هتروح ويرجع يبقى البرامج اللي هتبقى كيف تشوفه خصوصا نحن عطانا بثورة من أربع سنين تقريبا كيف تشوفه خمسة تتخيل خمسة صاروا مضبوط أطعوا هيك أربعة ونوص تقيمة وخرب البلد من وقتها ومرجعنا شفنا شي هلأ نقاش طويل بس أنه بس أنه من وقتها كان صار عندنا داونجريد وبعدنا الهلا ما قدرنا نطلع منه لربما من يحسر هيك لأنه نعرف نبني صح لأنا كنا مبنيين على أساسية صح أنا نشطفت أنا بنا أنا بديك تشوفه من بعد أنا سؤالي كيف تشوفه أو شو تشوفه ماينلي دور الريبورتر على الأرض كيف يعني بيقدر بيسيكلي هي كان منيبولايت العالم شو عم تروح بيقدر فيك تدوّع أخبار بدي كيها وفيك تدوّع أخبار ما بدي كيها جداً شوف بس درب أنا ببعت كمان تدريب تيفي ريبورتر أوكي فبقلهم يو أرد كوين انت الملكة ويو أرد كين انت الملك بإنه لا تحسين خيات لي بيار الظاهر ولا ميشيل المور ولا روي الهاشيم ولا المسؤولين بالمنار ولا المسؤولين بالمبيئان ولكن أخبت gun talk 3 يعني new tv lbc و.. new tv lbc و mtv top 3 ولا واحد منهم الموجود على الأرض أنت الموجود على الأرض صراح لم يعرفت مين سمعتي للأساناة أولا المسؤولين طبعا بيت الخيات تحسين خيات مسؤول new tv والم تي في ميشيل المور. اوكي. تخيل لأي درجة انه يور جينيريشن. هيدا اللي صار هلا. وبتمنى ما ينقطيش. متمنى ما ينعمل له كاد. هيدا اكبر دليل انه يور جينيريشن. ما بتعرف من انه هو دور اشخاص. ليك قديش في فرق بين الجنراتيون يلي عمرون عشرين و خمسة و عشرين ايه بتقيا مين تحسيخيات او مين ما بيعرفوه. هيدا اكبر دليل ليك ما بيعرفوه انه مين تحسيخيات او مين مين ميشيل المور او مين بيعرفوه بريك شوية بتشوفها لقم سليبانون بريك بيطلع شوية مع ياسمين ازلي. اكبر دليل على ذلك. فكتع بقلك انه هدول اشخاص من انهم موجودين بيدا انت ازي ريبورتر اصحاب اصحاب التلفزيونيات. صدقا بقلك. انا بالنسبة الى اجمل شعور ريبورتر. اصحاب الاستقصائية. ما عنا للاكل شي. في ريبورتر انت فيك تتخيل التأثير والباور يلي عندك يا هاي ريبورتر على الارض. شو تحكي؟ كيف تحكي؟ مين تطلع على الهواء مين ما تطلع على الهواء مين تسأل مين ما تسأل؟ يعني هاتيك اجسامبل بتلعت ريحتكم بتظاهرات الفين وخمسة عشر. كانت اول مرة من بعد الفين وحدة عشر يعني الناس كنت تغيير النظام الطائفة وشي هاي. كانت اول مرة بتنزل الناس على الشارع بندون دعوة من احزاب مين ما كان هذا الحزب ما كان فيه احزاب عم تدعي. فكان شيء اموشنل يعني كان شيء انه خي انه في عالم تنزل بلا ما تكون ما ندعوه من الاحزاب مش لانه ما لازم تدعي الاحزاب توضيح بس اتس دفرن. طب انا كنت عم بسأله للشخص اعرف انه حدا خي هاتا جاي من ترابلوس هاتا جاي من البعلبك هاتا جاي من كسروان من جونيا دك جاي من يعني شو في مسلم سنة وشيعي ومسيحي ودرزة وقوات وعونة يعني بغض النظر من انه دول طب انا فين ما اعمل هايلايت على هيدا الموضوع بس بداية سألته تقوله انت من وين جاي يقل له هاتا جاي بعلبك قل لي من ترابلوس طب انت كموشايد اذا عم تحضر شو شعورك رح يكون الحسين عم تسمع انه كل العالم عم تنزل من كل المناطق رح تحس انه خي انه هاتا جامعة واحدة وطنية لا 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 بلا هنالكلمات التخيلة يعني واحدة وطنية وعايش مشترك ومبعارش بيهموك فيهم يعني صايمين ايه من كل المناطق موجودين طب انا اذا ما دويت على هيدا الموضوع اذا انت قاعد بتتحمس بتقول لا ولا هاتا في من كل بالثورة كان يصير في المشاكل مثلا بترابلوس بسيحة في خمسة عشرين الف واحد طب في اتنين يكونوا يعملوا مشكل دور انا قلو للمصور سلام يونس كم معي بفترتها قلو زيح الكاميرا ليش تنزع صورة لانه لانه طب خي في اتنين انا ما بعرف عشو متخنقين هدون متخنقين عبنت متخنقين عالوقفة متخنقين لانه عنده طار هوية متخنقين لانه شعرفنا متعطيق ما بعرف لشو متخنقين طب انا بحرق تظاور عشرين الف خمسة عشرين الف واحد كرمال اتنين ما انت بتعرف بتصير ايك بررررررررررررررررررررررر بحرق تظاهرة ووجع ناس عنا نحكي اول فاترة ثورة ووجع ناس مضبوطين كرمالتنين قبروا بعضهم لأ بشي الكاميرا لو خليتها انت قاعدت ببيتك او اهلك او ممن شو رح تقول في مشاكل ما لح نزال مقصص تنزال انه ما لح نزال عبعتيك تو مثلين كتير صغار قديش قادر تنجح او تفشل تظاهرة او تكشف تظاهرة ليش لحظة لحظة وقت الحريرة 2017 ونخطف الحريرة وكلنا بوقتها يعني كان وقتها رئيس عماد مشالعون هو رئيس الجمهورية وفجأة صرنا كلنا حسينا بوطنية خيمة بغض النظر فيك تختلف معه لسعد الحريرة بس هيدا رئيس حكومة بلدي كيف يعني انو بيتاخذ على بلد اخر مما كان هالراعى ايران والراعى سعودية والراعى سوريا والراعى فرنسا ما هيدا الموضوع بس هالقد نحس انو في شي كرامتنا كلبنان وبتذكر كتير منيح باتريك بفترتها كان فيه هيك عن جد نوع من تضامن يعني هيك حزت فينا كل الامور بفترتها بقى بعض الافريقائي اللي واضح انو النقطة استفنان يلا دعي لإستشارات نيابية مباشرة يلا كزا من هدول الاشخاص كان فيه الليواء الشافريفة وحزب الاحرار بقوم بيدعو لتظاهرة بالأشرفية تنطلق من بيت من بيت الاحرار نزلت انا بس خلاص ما انت بتصير تقرس سياسي بتصير تعرف كمان خلفي كل الحزب خلفية كل شخصية نحنا وقفينه بطلع بطلع ما انت دورك كزيري تيفي ريبورتر انك تعمل سكان بطلع ليه انا في عيخيت يعني ادخن واحد عمره 16 سنة وحامل عالم الاحرار يعني انو حزب الاحرار حزب عريق قديم كذا بس ما انو بقى متجدد هلأ يعني ما عنده الواقع مزبوط بالسياحة المسيحية بالحد الادنى مش قد قبل عمره 15-16 مسيحية يعني فين قطيت اصرفين فانا عم بحكي مع المسؤول تابعولهم برامة قلتلوا انا انتو ليه جيين هلأ اليوم شو الرسالة بضيع ضاع هو عمل هيك شفتوا انا بطي نانجوش تابعوله شغلتي بلش يهز بالعلم تابعوله تلبك يتلع شمال يمين قلت انا اكلم عطر قلتلوا انا انتو مين جيبكن بقلي هارون بديس هالهارون قلتلوا وين ومنو هارون خلينا نروح لعندو تابعت معو انا كيفيني ما تابع معو مين خدني خلي مين جيبكن انتو مين شو جيين تعملو ما بيعرفو بقوم طلعت وقتا قصيت هارون انو وينك يا هارون مين جيبنا هارون جيبنا وبقيت التراند على حتى بفترة الثورة يعني بعد عم نحكي ثلاث سنين لا تقلق سنتين انو مين نزلنا هارون بس هارون بيهديك التظاهرة قتله لانو اتوانت سو ماتش فيرل بنفس الوقت ع السوشال ميديا صار الحدس هارون ما عاد الحدس انو فيه عالق ومعاش مشيوا بالتظاهرة لانو قامت لقيمة سايد قولن لو انتو بهدلتونا وكذا شو طلعت جايبين لون شباب بالبسيد من مناطق من الشمال وقال لون تعقوا وقفوا هون كشفوا طب هيدا من ورا سؤال وكشفت اذا بدك مؤامرة خليقون اكبر نحطوا حجون وصار يقولولو انو وصاروا يتبادلوا لا الاحرار يقولوا انت اشتفيفي جايبك اشتفيفي قالوا انتو الاحرار هيدا مين تي في ريبورتر وانتو افضل تي في ريبورتر افضل تي في ريبورتر او افضل تي في ريبورتر هيدا ام انا انا دماذا بقولون احنا صناره عام اجد نحنا صناره عام وناخد هيك وناخد هيك اما مؤخرا في بعض المساطر الموجودة عن تي في اللي انه بس بيكونوا مشهورين او بس انه انه هي شو لبس وهي شو عاملة واذا ماركة ولا مش ماركة حلو الترتيب على الهواء ما حدا عم بقول لا بس شي ومنه مش ما نعود نزل تمبه هدو الامور مش نازل اعمل فاشن اي اي او ما حك مخة حكي نجزة او حكو نجزة think out of the box فكر فكر ديما بقلوه بالتدريب انت اعتبر حالك مشاهد معنى مشاهدة شو بتحبي ينسأل شو بتحب تنشي شو بتحبي يدول دوت اس انت على الارض في احلى مننا انو انا عيوني المشاهد رعشال قلتلك انت قبل انو على القليلة اول جمعتان من الثورة انتاك كانت مضيفة بعدين بتناس بقليك شو صار فيها على الثورة لا انخرقت بشكل كتير كبير من من مما بده يعني كل واحد صار عنده تارجد يمشي فيها القوات فات فيها كان قبل على على اللص قبل شوي هيك يعني على على تحت الطاولة تحت الطاولة وكنت تسألوا يقلك لا بعدين اه لايس الحزب كوية البنية يجاجعج هو اعلن انو بلا نحن اللي كنا موجودين اه تايار المستقبل بفترة معينة وتب تذكر عم تتشكل حكومة حسان الديب كنا نقبل نحن انو على الارض سو يعني منشوف قصص شوي زيادة عن اللي بشوفو انت على التي في بتزكى كنا قدام مجلس النواب ما بدنا وما بدنا وما بدنا وما بدنا وطب خيمين بدك رئيس حكومة اللي بدنا ساعد الحريري تلات فيه تلو خيمة استعاد ما تصير انت انو مات اكس دو ايجراك دو يعني انو ما صابتا القصة في هالطريقة اكيد الاحزاب يلي جربت تزمط من تحمل جزء من المسئولية لانو ما في واحد لا واحد وفي اجزاء تقسم على الكل بدجريات معينة جربت اجهزة امنية جربت اكيد تلعب ليش السفرات شو بيمنع انو طيين تتدخل مش الحال منحضر نتفلكس وما بدنا كتير يعني تحتالي نشوف عن جاد مخابرات الدول كيف تمشي وشو بتقطيع شو بتقطيع سو هيدا كنبلشنا شوي نحسو كمان بالثورة صراحة انا بشوف صار فيه مثل على بعض النواب طبع نقول طبع نقول كله في كتير يمين بالناس بيليك اكتر نايب او اذا هو يمكن نايب واحد تعرض على كيف بتشوفه لازم ينظهر منه هلا ما رشال لحتجاوب هيدا السؤال اذا ما رشال لحتجاوب بتحطو على السوشيال ميديا مين برائك العالم لحتصويت انا ما رح اعطي رائي ما رح قول مين بتقول لانجاد مين بتقوله انا شخصيا مين بتقوله انا شخصيا ما هو شخص يا مستقل يا حزبي لا لاي حزب انتما عمره ستين ولا عمره عشرين بغد النظر انا ما بده انتي ماء انا يكون عوني ولا يكون قواجل ويكون كتائم لا لا بتجي بتقوله مين اكتر شخصيتين واذا بدقول شخصية لا مش ضروري فقط مسألة نسبو نعملون شخصية 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 يعني ضربوا صورتهم بشكل بشكل مباشر خلاص اخر شي كذا اذا بتسأل الناس بقولوا لك جبران بسيل والعماد مشارعون يعني ما هي منا رأي هيدا واقع اتفاك اتفاك طبعا اتفاك وحتى نحنا ما بده قول من بس بالكونسال تنسي بتشتغل اذا بدك على الميديا على الميديا الخصيصية للخصم انه ايه بتقولوا تعمل الخصيصية هذا شي يدرس برأييه اللي صار بفترة استورة وصار اشخاص ما بحبوه اصلا للوزير جبران بسيل ويلي هنه يكونوا كتائم تار ولا قليل مش هون نقاشنا بس في عالم ما بتحبو ابدا للوزير جبران بسيل وصلت لما حال تقولك انه خي تبنيح ما بحبوه ولا بحب سيستو ولا بحب كيف تعاطب الدولة وعسى انه شيو منو هذا واقع يعني ما فيها نهرب منو سؤالي كيف بالنسبة ليك بنظهر من الكاركتر من الكاركتر اساسينايشن سلمني الميديا بالطيار بقالك كيف انا تعتبر هلا انا مسلع منك الميديا لا في كثير اساس لا في كثير اساس لا في دايما في دايما عند الطيار بالرد وبرد الاعتبار انه بس بيصير في ديلاي يعني وقت طويل تنتسى الموضوع او خلاص تنشرب عند انت شو الاساس بالميديا انه المعلومة اللي عم تجي على مخه للمتلقي مما كان هدا متلقي انه يا بدك يستحبه وتصير قاناعة عنده يا وتصير ايبسوا فاكتوا على فاكتر بطريقة يا الرادي بيعمل سويتش براسه ما بيروح بها الموضوع بفاكتر اساسينايشن بعد من عمل كاراكتر اساسينايشن ولا لا اؤمن انه ما كانوا قدرين مستحيل تارش يعني جيش الكتروني يعني كل واحد ملغم لازم يكون معبه ملغم داعش منه ملايين داعش الاف الاشخاص بس ليك مفعول ومشو كان قوي سو كان في هيدا الرد السريع والخطأ اللي دايما بيصير بيعملوا التيار سويت عم نحكي عن التيار لانه تسألني عن هالنقطة لانه اخطاء عند عند اكتر من طرف بس بس اذا بدي حد التيار دايما بحطوا حالهم بموقع الدفاع يعني ربح الخصم ربح القوات اللبنانية بالمعركة الاعلمية مع التيار حتك انت بمحال انه انت كروقت بكتدافع عن حالك القوي لا يدافع عن نفسه تمام بتشو فتلر بدافع عن نفسه هتلر على صفته الباور مش على انسانيته يعني يعني الزعيم او الهيدا ما بيدافع عن حاله بالمدرسة اللي كان هيدا البابولر ما بيدافع عن حاله بالشركة ودوان تشتغل الاوي ما بيبرر حاله اللي بيبرر حاله هو اللي ضعيف فقدرت الاحزاب التانية بكل وسائله انه تحتاج بمحال انت كل وقت عم بتدافع سو انت كل وقت عم بتدافع ما بق عم بتهجوم فصفيت انت اللي ضعيف بتقلي ايه بس ما رحشال الميديا مدفوعة وفي مساري والتلفزيونيات اه تمام شو كان عم بيحرك الناس اكتر تلفزيونيات ولا سوشال ميديا مين عم بيدفع بسوشال ميديا عم بتشو قصدي يعني كالنازين بالناس باقي لي كمان لي ينتبهوا يشتغلوا على السوشال ميديا تا يوقفوا هالضاربية طبعون كرمال انه في استراتيجية تنعمل تحت تلك يقدروا يعملوا رد بشكل ما بقى يكونوا عم بيدافع عن حالهم يهجموا واكبر دقيقة ذلك هلق بتحكي مع الناس ايه انتو ما سامل الكهرباء ايه انتو ما بعرف شو اما الخصم تعبول التيار اه لربما عندو ستمائة الف عورة كمان وستمائة الف مشكلة ما مانا بيزهين الناس مانا مباوية عليها اناف ممكن اه رشال بده اسألك صراحة ما في مدار بك تدفع لي شو هيك استشارة على استشارة على الهواء بالاخر مينزل لحسان ايه بدنا مال حليل انا ما بدنا ناخد يمينش مال في كتير عنا متاخد مال حمد الله ياسر خلس لو بدنا ناخد كنا خطنا يعني على الموضوع شو مرة حضا عددك رشوي تبقى خطية اتخيل انا وقيلت لك ايه مثلا مستحيل اذا من طفلها كاميرا مستحيل انتو ما بتعرف لي تربيته لا هيدا بتبقى تربية بالبيت شو تخيل يعني اللي معثر هو بس جرب هيدا الشخص مرسلنا بالمنطقة كان موجود فبقوم انا هو عبساني معي بقوم حسيتم يفيه مساري يعني ايه 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 عفت هيدا بتبس يعني بقوم مرسلنا شو اسعيد ببعلبك بالبقى ضرب ايده عراسه وقال له الله لي وقلت لك الا رشال لي الا رشال يعني بتصير بس انو ما صرت كتير سراحة للامانة لانو بتخيل انو بيعرفوا شو انا ما بستقبل كنت كدويات مثلا بعيد الميلاد وعينو انو انو بردو تينكيو سو متش ببعت مساج مقدر جدا بس انو ما في ضرورة بكون فيه مسلا هدف وراه اونية ليش عنو محامي بتذكر انا محامي وصلت على تيفي لقيت على ريسوبشن كيس من نفس نفس النوايا وصلت هي قلت له انا محمود شو هدو بوم بقلي كدوم طلعت هي باعت بالات شانالة للميك اف مبعشون قلت له انا من مين قال لي يا تبير من باتريك شو عائلتك باتريك من باتريك انا ام من بيت الخوري لا صلنا كتير وهنا نحن انا المصورة من بيت كرم كمان منت العام بقلت له انا مين محامي قال لي كذا انا طبعت ان هيدا المحامي كنا شوية عم بيطلع التلفزيونيات مؤخرا اوكي لي بدي بعتلي كدوي يعني تأسير اذا انا عندي موضوع فيو شي انو انو نحكيه لباتريك ساعة تارفت لا بعدين شو هبتشتريني يعني انو وبيبالات شانال يعني بغض النظر بس انو ولا حتى المستحيل يعني تعريف ما بعرف كيف معقوله دول عالم يتصرفون يعني بعرف تذكر احدا هنم صار معه فجأة اثنين ايفون مع ايفون احكيك يعني ستفكر انا شو يعني شو شعورة هي انو حدا نجايب لي تيفون مثلا حدا نجايب لي سيارة او شقة وات ازدفيني يعني تخسر كرامتك في عانو يعني انا بشوف واحدة عم تنشر الاشي عم تخسر كرامتك كرميل انت يا انا الحرية يا حريتي تير عالية مشانيك ديما بعتبر ودايما بطمح بطمح تسنط حلم تسطموح انو اوصل شنهارة قدر اعمل وزيرة اوصل شنهارة قدر اعمل استني مسؤولية بالبلد لانو اللي ممكن بقيدي سأل مع حدا من وزارة الاعنام عم نحكي انو الاوادم والانضاف واللي عندن روح وطنية واللي عندن كف مضيف هدولة دايشوت بي ابرشياته دولة زي ميتم مش تكريموا بس تقلوا لباتريك انو انت مضيف انا بدي سامت مسؤولية لانو بتحمس غير باتريك لمضيف يعتبر انو بلا انا اذا كنت مضيف بقدر اوصل انا مدروري روحي مين وشمان تحت اللي اوصل وهول الناس موجودين وموجودين بكترة ايه النظافة للهيدا كتير اساسة رشال انت شخص مؤمن كتير وبالذات يعني بعرف انو بتقامل كتير مع الشربيل وبتتعبا ديله تفيت عقلبي ولا على عقلي موز، طوال انتاسة كيف ترى إنخلاق الدين السياسي في لبناني? ط når انا لحصول taste equal outcome بالنسبة على السياسة بسبب ان رئيس الجمهورية بكنو مسيحًا بالوحتوى من التوابل ممكن قادم profit ببتدству الحصول ما نحني رئيس مجلس النواب بستهن وايب رائدن أو مثلا رئيس مجلس الوزراء يجب أن تكون سنة سنة نحن نأخذ بوستات مهمة كثير بالدولة عم نقيهم حسب دينهم كيف تشوف أنتم خيرات هالدين بالدولة عم يؤثر علينا هل تشوف مثلا أنه عم يحمل مسيحية عم يحمل الشيعة شوف إذا بدي يكون براغماتية مش هيك يتوبيك براسك أكيد أنه ياريت نحن بيكون رئيس مريل إلى أي طائف أنتم ورئيس الحكومة هيدا 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 الهدف بس مرحلة قبل لازم تقطع أنا ما عدي مشكلة لأن يكون مدير العام مسيحي ومدير العام في أي وزارة شيعة ويداك سنة أنا المشكلة عم كون عندي إياها إذا كان مدير عام مسيحي يجيبوا حدا كفو جيب السنة الكفو جيب الشيعة الكفو إذا بتكون مرحلة ما بقى يعني ما قبل تفصل الدين عن الدولة لأنه هيدا من يعني السورة الفرنسية رجعت بقيت مئة سنة تحت لقدروا طبقوا يامان ما نستعوا ونحن بلدنا أنشق على هيدا السنة والشيعة والمسيحة والدرسة أنا بحب أن رئيس الجمهورية يكون إلى أي طائف إنتما ورئيس الوزراء إلى أي طائف إنتما ما عندي مشكلة أنا هتا نشوف السنة بيقبلوا أن يدخلوا على الرئاس الحكومة ويجيوا المسيحيين عليها أو الشيعة إذا لا نحن نبيع العالم أوهام وشيعرات تحتالي بس نلهيون نرجع نهيون بعد خلاتكم مرحلة الأولى أنه يجي الشخص المناسب بدينه بالمكان المناسب عند هوب في اليوية ونأمل أنه كل يعني كل واحد عنده كفاءة بشي إذا كان أرثو دوكسي أو مسيحي أو سني أو شيعي ياخد المحل مضبوط لا نحن ما نجي بهو سني بس بيقى واحد عاطل أو مسيحي عاطل الأيهون بتصير مشكلة شو بيعني لأن الموضوع كله سواء يعني لكا فقتك بالدولة أو إمكانييتك على العمل ياسعر نوم سواء نحن عمني اللي عم يجيب لو أنا عم المنا كافو أكيد ما أنه نفسه ليا ريت بس نخين نكون وقعيين وبراجماتيين وبراجماتيين أوكي راشال أنا صراحة كتير بحب فيك بتجالسة بتحكي الموضوع مثل معنا فبدأ أسألك عن كم نائب تنقول أو عن الأحزاب الليبنونية بدأت أعطينا وين بالنسبة إليك غلطه وبدأ كمان زيديره لأنه كانت عمتوا إليك بتعمل ببليك سبيكينج و بدي لانجوج بدأت إليلي وين عندهم مشاكل مينلي بالبليك سبيكينج والبدي لانجوج حالو بدأ أوكي من شاء الله يكونوا يعني معروفين جدا تحتلق دول أفض لا لا إليك لكن رأسه غو خان بليش بي كم واحد ممشي خان بليش بي سامي جميل أف كتير بيعرف كتير شاتير بالبليك سبيكينج سامي جميل يعني التكنيكاليتيز اللي بتنعمل بالبليك سبيكينج أنا بعطي أصلا ببعض أساس بعطي إجزامبل يعني الانجوجي اللي موجودة بيصوته مع العلم أنه صوته ما كان بيساعده أول ما بطلع بالسياس يعني كان هيدا الاغيو أوي كانت تعتبر جزء من من البولي من التنمر عليه وليك سوتو وليك سوتو عارف كيف يقلبها تحتالي ما تعود هي تصير التنمر وطريقة كيف بيخطوب تشبه طريقة عمه اللي هو الرئيس شهيد بشير الجميل في هيدا التقليد يصور لعب شوي على الكتائبيين أو الآخرين بس طريقته كيف بيعمل بكثير تفاصيلات يعني على ما رحل مرحل مرحل نمشي على الأدية بس وين بتشوفه غلط كمان حزب الكتائب بدي وين غلطو وشو الرئيس طبعون بالبليك سبيكين وين غلطو عندهم تندانس عندهم هيك قابلية للشعبوية شوية الكتائب يعني بيحكوا أساس تير حلوة يعني اي بنتقلهم ياس ترو بس على أرض الواقع كيف ما نطبقها أو كيف تطبق مبعد عنا عرفت شو في شي ممارسة أكتر بقيل لك إيه بس أنا ما استلمت بس إذا دليتك على عشرين سنة ثلاث نواب أربع نواب خمس نواب يعني في شي خطأ كمان في شي غلط عم بصير تماعة بتقدر تعلي عن الأربع خمسة ولا ما يبي أنا أقول لأنه إيه أنا ما بدي أدفع مصاري أو أنا ما بدي أعمل تحلوفات لأ إذا عند جاد بدي يحسنوا بالكتائب في شي جوا لأنه عندهم في في أساس حلوة بالكتائب وعندهم أساس منا حلوة اتبع سامير جرجا بالمامة A möglich speaking He is good بس عم بحكي a technicalities يعني شو بقولو عناصر سامي جميل أقوا أوك سامي جميل أقوا من من سامير جرجا بالمامة A public speaking في أم تصنعين لك بعلمك تعلي إيدك فقلنا ما نعلي إيدنا لا ما كمين في شخصية القائد بهذا الموضوع بتلعب دور بس أكيد تشاطر بالخطاب وين بتشوف كمين حزب الأوباد غلطوا بتحالفهم مع ترويكا الفساد من بعد 2005 يعني إذا كان يليم جزء بعد بلوموا تايير وطن حر على تحالفهم مع حزب الله بال2005 2006 2007 يعني بالنسبة إلي إذا بجعب قول إذا بدي يعتبر تحالف مع حزب الله خطأ أنا بالنسبة إلي التحالف مع الحريرية السياسية ووليد جونبلات يعني الاشتراكة والإلى حد ما نبيه بري خطيئة خطأ خطيئة بتصور إنه واضح لأنه مشكلتنا في لبنان بالحد الأدنى من 2005 لل2016 لل2019 من بعد ما نهار كل شي بتصور إنه ما كان الحزب هو الخطر الأكبر على لبنان خطأ ما كان ترويكا الفساد اللي ناخل كان بالدولة اللي هر الدولة بالتسعين للخليفين وخمس مبقش في مبنى نظر بنحكي عن شباك خيال العوميد من وزابتين الرحتوا تحالفتوا معهم يعني إذا أنتو بتنتقدوا أنه يعني يعني يعيب الشوم أنتو كيف تحالفتوا مع حزب الله يعيب الشومين كيف أنتو تحالفتوا مع ترويكا الفساد لأنه هديتون على إجراء مزين ما كانوا ينخرقوا دغريب بس بدي إلك شهر الباتريك يعني اليوم اليوم سلاح حزب الله ما يقعد مشكلة بدنان يتسلم نيع ما 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 في سلاح تنع تبه هذا المشان بيزبط البلد أكيد لا أكيد لا بس إذا درت وطت كم واحد منهم وزاركتوا للفاسد وركبت دولة متى العالم والناس بيزبط البلد اي او لا قبل مشتبنات دولة وستيل بيكون في سلاح لحزب الله كيف حال الفساد مش معقول تسعين بالمئة فساد خمسين بخمسين أوكي كل الدول فيها فسادة العالم تعرف يعني فيش دولة بس في محاسبة في قانون ما في أنا أنا يقل له وزير شو اسمه حجار سوار حجار بنزل بشاب أهوة عنده للقادة شو هيدا تنزل بشاب أهوة عنده يا محلا إذا ما يسي كلاشن لك أنا صح سو أنا هون بخالف القوات شي لك من قصة النسحين السوريين هيدا 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 المشكة وصان شوفها أساسية أنا بلاقي أخطر من العدو الإسرائيلي هم موجود النسحين السوريين بلبنان أخطر على لبنان وعلى وجوده نسحين السوريين لأن العدو الإسرائيلي صار فيه إذا بدك خلص قوة صار فيه معادلة لأنه بك تطلع تقصف صوف ما رح تقدر تفوت تعمل اشتياح وتاخد لبنان كله اشتياح بره أما النسحين السوريين عاملين اشتياح بره تغيير دموغرافي ما بس دموغرافي وجه لبنان ثقافة لبنان شو خطر 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 رئيس طيار جبران باسيل لا يعني سامير جعجا أو سامي جميل نرجع على التكنيك على التيز أقوى بالخطاب من الوزير جبران باسيل بس واضح الوزير جبران باسيل اذا بتشوف له خطاب من عشر سنين وبتشوفه هلا فيه اكيد فيه فرق بس أنا ستكون عم بحضره سامي اخر مرة بالليبيال بالعشاء التمويلة زمن الغلطاني صح حدا كانت مناسبة فطول عندي على يوتيوب وقايدة انا بالمكتب عم بشتغل فتركته بس ما ما اشعته يعني عم بسمعه لانو تشوف كيفي في محل وقفت شغل اللي عم بشتغله جاعت فت على يوتيوب حتيت بوز تانا ليه هل قد عم يركض ركض يعني انا كمتلقية لانو بتدريبات بتشيل احيانا الشكل بتشيل احيان صوت تشوف بادي لانجوش تشوف صوت حسيت انو ليه 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 مستعجلين او ما بتلاقي مسلا سامي جميل او سامير جعجا او سيد نصر الله يلي هو طب الخطابة ما تلاقيهم بيستعجلوا سو اكيد فيه اساس ممكن تتحسل وما تشوف كمان غلط الطيار ام ما راح على معركة بطريقة اجار رئيس الجمهورية عمل معركة تحت لي يوصل لرئاسة الجمهورية وبس وصيل بتصور انو تطلع عليها انو انا ما معي لدب بيبي ولا معي ار بي جي ولا معي تيارة وراي على الحرب فالعالم قالت لك خيما سيس على ايام كون وا 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 شو يلي صار خصي ما قلب الطاولة متل ما كان لازم اللي في اعتبارات يعني من شمال تبريرات كان فيه شي لازم يلعمل اكتر سيد حسان نصر الله لا بالخطابة ما يعني اكيد مطاب مع العلم انو قليلتنا شوفني للسيد عم بيخطب ورا منبر يعني دايما عم نشوفه قاعد لنك هيدا كمان اصعب بس بالحد الادنى الصوت يعني كيف بيلعب بصوته كيف بشدد كيف بيروح كيف هيدا اي بس ما ما بتشوفه كامل في فرق منو انا كون عم بخطب انا وقاعده فرق انا ووقفي بس اكيد يعني هي از الهواتف ايضافها كمان ما هي حول أشياء الدي كمان رشال صراحة خلص الوقت انا كنت تبدي لضل معك بعض على قليل المستيعة بس لسؤال الحظ مرسي لإلك باتريك مرسي كتير لإلك صراحة مرسي كتير لإلك صراحة ترجع تسأل السؤال هذه قوة المحاور مرسي كتير رشال على يحميك